ترجمة نانسي قنقر الكنيسة الواحدة تحتوي قصة واحدة قصة محبة الله مع الإنسان من خلال سفر التكوين سفر التكوين يبدأ بالإشارة لإله عظيم كريم محب إله قادر على كل شيء خلق السماء والأرض وأيضا خلق الإنسان وهيدا الإنسان يلي خلقوا خلقوا على صورته على صورته وانتو بتعرفوا أنه بالماضي الملوك كان عندهم صور وتماثيل وأصنام في هيكلهم تخبر عنهم تعكس نفوسهم أشخاصهم لكن هذه الأصنام وهذه الصور كان إلى دينين لكنها لا تسمع عند عيون لكنها لا ترى عند أفواه لكنها لا تتكلم لا تخاطب أحد لكن إلهنا لما خلق الإنسان على صورته نفخ فيه حياة فصار إنسان حي على صورته إنسان حي فالله حب الإنسان لدرجة أنه ميزه عن كل الكائنات الأخرى أنه جعله هو وحده على صورته يالي هذا الامتياز يالي هذا الامتياز لازم تعرف اليوم أنه الله حبك لدرجة أنه جعلك ممثله على الأرض يعني جعلك أنت فوضك لإلك أنك أنت تعكس صورته بين الناس يعني اليوم لما أنت بتتطلع بالآخر أنت 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 ممثلة الله على الأرض عم تسمع لقيمة هالكلام وأهمية هالكلام أنا هلأ قاعد بقرب ممثل الله على الأرض أنا قاعد إلى جانب ممثلة الله على الأرض شوف قديش هالمسئولية كبيرة هالمهمة صعبة كيف أنا بحياتي بسلوكي بتواضعي بتفكيري بكلامي بمواقفي بأدس بكل شي فيي أنا شو عم بعمل عم بعكس صورة الله اف هلأدي حبيتني يا رب أنا أنا سفيرك بالأرض أنا ممثلك في هالأرض هلأدي الله حب الإنسان وأقول أنت 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 ممثل الله في هذا العالم يعني كلما تتطلع في المرآت بتشوف محبة الله كلما تتطلع في أخيك الإنسان بتشوف محبة الله كل قرار حر بتاخده هو نابع من محبة الله لألك الله كان بيقدر يخلقك آلة ويحط فيك كل الإنجازات وإنت تتحرك كآلة صنم جامد لكن حبك لدرجة تبقى أنه أعطاك الامتياز أن تكون شريك الله في صنع التاريخ هلأدي أعطاك قيمة وقال لك تعيش ترك معي تعيق أرر تعيق كون حر لحتى مع بعض نصنع تاريخي فالأدي حبنا فالله بيحب الإنسان وأعطاه هذا الامتياز الله بيحب الإنسان وأعطاه امتياز أنه يسود على الخليقة لما خلق الإنسان قال له بديك أنت تسود على الخليقة نفكر فيها قديش عميئة أنه الذي خلق كل شيء ويملك كل شيء وقدم لك كل شيء هبا مجانية وقال لك هذا لك تصرف فيها كما تريد هلأدي حبك كأنه أنت تعمل قصر كبير وتجمله وتشتغل عليه كل عمرك وإخر شيء تعطيه لك شخص شخص ممكن يطعن فيك ممكن يأذيك فنحنا لدينا أولاد لما يخلق أولادنا وعلى عيد ميلاد أولادنا ما نعطيهم هدية ولما الله خلق الإنسان أعطى الكون هدية لأله آمين بهذا الكون الله زرع جنة جنة فائقة الجمال جنة مليانة ثمار جنة رائعة جنة كلها جودة هيدا الجنة هي جنة عضن الله خلق الإنسان وحطوا بهذا الجنة فما خلق الإنسان وتركه بل خلق له المحيط ليحيا فيه وما يموت وإنت اليوم حي مش لأنك عم تتنفس بل لأنه الله خلق لك ظروف الملائمة لا تعيش وإلا بتموت المرة الثانية اللي أظهر الله محبته للإنسان فيها كانت من خلال وسيطه الأولى فإلا أعطاه وصية بهيد الجنة أنه ما تاكل كل من كل شجار هيد الجنة لبدك يا شو بتستحلي عينك بس في شجرة واحدة إياك تاكل منها وإلا موتا تموت هي شجرة معرفة الخير والشر غاية هالوصية كانت أنه الله كان بده أنه الإنسان يبقى على قيد الحياة وما يموت وبولوس حكي عن هيد الوصية بروميا سبعة وقال فوجدت الوصية التي للحياة وهي نفسها لي للموت لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني مرة تالتي أظهر فيها اللهم حبته للإنسان كانت من خلال أول أزمة مرفية فالإنسان رغم أنه كان بأجمل محل على الأرض كان وحيد لكن الله أظهر له محبته أنه قرر أنه يصنع لأله معينا نظيره فبدأ إلك اليوم شريك حياتك بهذا الصباح هو عطية محبة من الله إلك مباشرة من فوق لألك فكل ما تتطلع بوجه بكل صباح تذكر محبة الله لألك شريك حياتك شريك حياتك هو عطية الله لألك ولدك كمان هنه عطية الله لألك لما خلق الله الإنسان بيرك بيرك آدم وحاوة وقال لهم أثمروا وكثروا واملقوا الأرض فالبنين والبنات هنه عطية من الله لألك مش بس البنين عطية والبنات هنه لعنة أبدا البنين والبنات هنه هدية هدية محبة من الله لألك إذا عندك بنت هدية هدية محبة من الله لألك إذا عندك صبي كمان هو هدية محبة من الله لألك أكلوا من هذه الشجرة وقت أكل الإنسان من هذه الشجرة أول شي صار نفتحت أعينهما بعدين عليما أنهما عريانان فالشيء اللي عملوه جيبوا وراء التين وغطوا حالهم عملوا مآزر لقلهم وغطوا حالهم وسط هيدا المشهد الحزين منشوف مشهد آخر منشوف الرب بتكوين لصاحة الثالث والعدد ثماني منسمع ومنقول سميعا صوت الرب الإله ماشيا آدم وحوى سميعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عنده هبوب ريح النهار فاختبأ آدم ومرأته من وجه الرب الإله هني خيفين متخبيين لكن الله كان ماشي بالجنة وكأنه إله أجرين عم بفتش على آدم وحوى شهل إله المحب شهل إله العظيم بفتش علينا بقلنا أين أنت قال له أين أنت وينك وينك بتفتكروا شو كان صار لو الله بهيدا الوقت ما راح صوب آدم وحوى ماشي برم ومشي بعيد عن آدم وحوى شو بتفتكروا كان صار كانت خلصت قصة البشرية هون كانت خلصت قصة البشرية هون الله بما حبته مشى صوب وإله بما حبته ما مشي بشكل معاكس فإنه نشوف الله موجود بجنة عدن بعد ما أخطأ الإنسان هيدا فعل محبة ما بينوصف من بعد ما نشوف الرب نطأ بكلمات دينونة ومن بعد ما نطأ بكلمات الدينونة حدث أمران الأمر الأول بتكوين ثلاثة واحدة وعشرين بيقول وصنع الرب الإله لآدم ومرأته أقمصة من جلد وألبسهما شو حلو هالإله بلبسنا لبسن أقمصة من جلد شو عمل يعني ستر خطيتهم ستر عورتهم ستر عورتهم خطيت مين إلهنا ستر عورت خطيت الناس اللي كسرولو وصياه اللي ناس العصو وصياه عمل أقمصة من جلد من جلد حيوان والدليل الإشارة إلى وجود ذبيحة هيدا الذبيحة هي ذبيحة تستر الخطية ذبيحة كفارة تكفر عن خطية الإنسان من بعد ما نشوف الله أخرج آدم وحوى من الجنة وقالوا لآدم هلا الوقت إنه تشتغل بهيد الأرض لإنت أخذت مننا الإنسان لما أخطأ لم يمت مباشرة فيا لغنى نعمة ومحبة الرب لهالإنسان يا لغنى ونعمة محبة الرب لإلنا وقالوا لغنى وقالوا لغنى وقالوا لغنى الحياة بدل الموت قصة الله مع الإنسان بدأت هنا بالتدهور نحن مثل ما بنعرف نتيجة الخطيئة هي موت ونشوف كمان كيف قيين أتى الهبيل أتى الخيو خيو اللي هو من لحمه اللي هو من دمه وهي دي جريمة كلنا منقول إنه هيدا مظبوط جريمة شو قاله الرب ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاه لتقبل دم أخيك بهيدا الإيه وين منشوف محبة الله بتكوين أربعة تلتعاش خمسة عشر فقال كايين للربي ذنبي أعظم من أن يحتمل إنك قد ترتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده هون منشوف محبة الله نحن منعرف نتيجة الخطيئة هي موت بس الرب ما عطى الله ما حط الموت على قايين بل حط له علامة تحت ما يموت فأنا بدي أحكي لقلك بدي قليك لقليك قد ما كان كبير قد ما كان خطيئتك ما ارتكبت أنت رأيت أو ما ارتكبت أنت رأيت هذه خطيئة هالأد الله قلبه كبير قلبه محب ومحبته غير مشروطة ومشروطة العدد 24 صار أخ نوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه هون الرب رجع عم بيجدد علاقته مع الإنسان وكمان بتكوين 6 9 نقرأ كيف نروح كان رجل كامل وسار نوح مع الله وكمان منشوف بتكوين 6 9 وقت كمان بيقول إبراهيم سار بيقول إبراهيم لأ الله الله بيقول له لأبراهيم سر أمامي وكن كاملا هون الرب شع الله شع بيحولي إلنا أنا أنت ولادة أنا بدي إياكن بدي أرجع جدد علقتي فيكن أنا قلبي كبير وإذا أنتو بتمشوا معي أنا مستعد جدد هيدا العهد من أول وجديد وأعطيكن بدل الموت حياة حياة أبدية وبالأي في أي بتقول وبحب كتير لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي تكون لنا حياة أبدية فهيد فرصة لألكن هل أد الله رحوم هل أد غفور هل أد محب هل أد ألب كبير آمين يا ري عظمة محبة الله رغم شر الإنسان محبة الله لم تتوقف أبدا بسبب انتشار الخطية في الأسعاء السادس من سفر تكوين أرسل الله طوفان على كل الخليقة فقال الله لنوح نحاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلعت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض لكن الله أصحر محبته إذن ينهي كل حياة البشر بالطوفان يقول الكتاب المخدس أما نوح فوجد نعمة في أيني الرب وخال الله أيضا لكن أخيم أحد معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنئك معك إذن الله لم ينهي حياة كل البشر بل حفظ نوح وأهل بيته نعمة الله لا زال موجود خال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا لأن لأجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حدسته ولا أعود أيضا أميت كل حين كما فعل يا لعظمة محبة الله الله وعد بنفسه الله يميت كل حي كما فعل رقم فساد خلب الإنسان وعدم توبته عقيرا زهرت محبة الله إذ قال الله بارك الله نوه وبنيه وقال لهم اثمروا وأكثروا ويملعوا الأرض برقم من شر والخطيئة والنتيجة كانت الطوفان إلا أن محبة الله ونائمته ورحمته لم تتوقف ليومنا هذا يا لعظمة محبة الله ونائمته ورحمته التي باركنا بها حتى اليوم فمحبة الله ورحمته وخلاصه ونعمته لم توقف بس بقصة نوح والفلك بل هي مستمرة ونعدلة اليوم فبإصحاح 11 نرى الإنسان قرر أنه يصنع اسم عظيم لنفسه ورح نعمل مقارنة ما بين إصحاح 11 والإصحاح 12 بين هؤلتنين لأنه قصة بابل قصة كتير حلوة بس ما معنى وقت هلأ نحكيها ونتأمل فيها بل كان بوقت آخر فالشعب الإنسان قرر أنه يصنع برج عظيم ويوصل رأس للسماء وقرر أنه يعمل اسم عظيم يوصل لكل الناس ولكن هذا الإنسان فشل فشل زريع ولم ينجح والسبب أنه قرر يبني ويعمل هيدا الاسم ويصنع بإيده بكبرياء بغرور واتكال على نفسه وما كان الله معه في العمل ففشل لأنه بعد الله عن العمل ولكن بتكوين 12 منشوف محبة الله كيف عم تشتغل مع الإنسان فبالإي الأولى بيقول وقال الرب لإبرام اذهب من أردك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك وبلش تشتغل محبة الله من هون فدع إبراهيم وإبراهيم لبى الدعوة ولحق الله وشوفوا محبة الله كيف كانت كل يوم عم تغمر إبراهيم فبالآية الثانية بيقول فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعزم اسمك وتكون بركة فالله مما حبته بده يصنع اسم عظيم لكل واحد منها بده يعظمنا يعملنا أمة عظيمة ولمن يكون اسمك عظيم الله صنع لك هذا الاسم رح تكون بركة لكل الناس فبالآية ثلاثة شو بيقول وأبارك مباركيك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض فترك الرب يصنع لك اسما عظيما بالإصحاح 11 الإنسان اتكل على نفسه ما لقى إلا الفشل ولكن إبراهيم اللي من اتكل على الرب ومحبة الرب غمرته صنع له اسما عظيما تكون ناجحا ومثمرا في هذه الحياة وفي تكوين الفصل 15 أخرج الرب إبراهيم إلى الخارج وقال له عد النجوم إن استطعت أن تعدها هكذا يكون نسلك هذا وعد إلهي ولكن لدينا مشكلة كبيرة إبراهيم عمره 75 سنة إمرأته عجوز وهي عاقر كيف أظهر هذا الإله المحب المحب المتدفق حنان محبته وعظمته إبراهيم وسارة أنجبوا الطفل ولد تسمى إسحاق إسحاق بعدما تزوج رفقة التي كانت عاقر بقول الكتاب وصل إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقر شو عمل الله فحبلت وأنجبت عيسو ويعقوب يعقوب بدوره تزوج تزوج امرأة اسمها رحيل وكانت رحيل عاقرا وقال بقول الكتاب في سفر التكوين فصل 30 عدد 22 وذكر الله رحيل وسمع الله لها وفتح رحمها فحبلت وولدت ابنا وقالت لقد نزع الله عاري كان من العار امرأة لا تنجب يا للطف الله ومحبته ودعت اسمه يوسف وبعدين صرخ يعقوب صرخته الشهيرة اللي منحبة صغير أنا عن ألطافك عن لطف محبتك يا رب وجميع الأمانة التي صنعتها إلى عبدك طب شو نتعلم وبعد سنين وسنين عديد جدا اللي صباط العاقر أنجبت أعظم رجل عرفه التاريخ الذي أتى ليعد الطريق ليهوى الآتي إلى العالم ونعرف أيضا عن فتاة لم تكن عاقرا ولكن لم تعرف رجلا تدخل إله وهي الطبوية مريم العذراء طب شو نتعلم من كل هالقصص اللي سبق اسمعنيها اللي اسمعنيها هلأ ماذا نتعلم أولا نتعلم ثلاث أمور واحد محبة الله المتدفقة اللطيفة الكريمة هي التي تصنع تاريخنا تانيا مشيئة الله ما يريد الله لا يتحقق إلا بقدرة الله وعظمة الله اللي ما إلى حدود وثالثا وثالثا إنه الله ما يريد الله لنا هو وعوده وعود الله يلي بيطلب على شعبه كل شعبه لوعدنا فيه لابد أن تتحقق ولكن لا تتحقق إلا من خلال الله شو هالإله اللي عنا لا يا له من إله متدفق محبة لا حدود لقدرته وعظمته ومستمر يا أحبة في صنع التاريخ مع شعبه في هذه الكنيسة ومع شعبه في كل العالم ومحبة الله للجميع بدون استثناء بتكوين الإصحاح 21 تحتوي على لفتي كتير مهمة مش بس الله أظهر محبته ورحمته ونعمته لسارة ولكن أيضا لهاجر ولسماعيل ابنة لما انطرد إبراهيم هاجر وابنة منقرأ مع بعض بتكوين إصحاح 21 عدد 14 21 فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاه ما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت أحد الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس لأنها قالت لا أنظر موت الولد فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ملكي يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو قومي أحمل الغلام وشد يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة وفتح وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقط الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رمية قوس لما سارة طلبت من إبراهيم أنه يطرد هاجر وابن اسماعيل إبراهيم انزعج ولكن الله طلب منه أنه يسمع لهاجر يسمع لسارة ويطبق اللي عم بتقله إيه فكيف زهرت محبة الله منشوف بوضوح أنه بوسط البرية الله سمع لصوت الغلام ومنشوف أنه فتح العيون لهاجر لحتى تشوف بير ماء وتسق منه الولد اللي كانت خايف أنه يموت ومنشوف أنه مش بس هيك كمان الله الله كمان وعد أنه اسماعيل يكون أم عظيمة وبالعدد عشرين بيقول وكان الله مع الغلام فكبر يعني الله كان معه كل الوقت وما تركه هاي دي هي محبة الله يلي ما إلى حدود وما إلى نهاية الله بحب الكبير والصغير بحب الضعيف وبحب القوي والله بحبك لإلك وما بفرقك كم مرة تحنا وإلا أظهر محبته لإلنا كم مرة بكينا وخفنا من الظروف اللي عم نقطع فيها ومن المستقبل وإلا أظهر محبته لإلنا ذكرنا وفرجينا سلطانه وإنه هو ماسك زمام الأمر بعمق كم مرة وصلنا للموت وإلا أظهر محبته لإلنا نعم الله حدنا قريب مننا وبمحبته منكبر ومحبته مننمى مين ما كنت تكون ووين ما كنت تكون الله لحيظهر محبته لإلك واخيرا الله أظهر محبته لإيوسف منشوف هيدا الشي بوضوح بسفر التكوين خاصة بالإصحاح 37 بداية لما يوسف كان بيبات بيه الله أظهر محبته وميزه ودليل هيدا التمييز اللي أعطي كان السطرة الملونة اللي كان يلبسها ومن بعد لما تعرض يوسف لما بلش يشوف رؤى وأحلام كان عارف إنه علم معه وكان يعلم هيدا رؤى والأحلام لعائلته ولما كمان تعرض لا احتيال من إخواته ونرمى بالبير وفقد الامتياز والسترة الملونة اللي كان محسوط فيها كمان الله كان معه لما نبع للإسماعليين كعبد الله كان معه ولما فطفار اشتري الله كان معه وفطفار قدر شايف إنه الله كان معه متل ما بيقول بتكوين 39 الآية ثلاثة وملك ووكل على بيته ولما تعرض يوسف للتجربة وهرب منا الله كان معه ولما افترت عليه زوجته لفطفار ونكبل حبس كمان الله كان معه ولما خزله السائل لما تأمل إنه رح يذكر قدام فرعون ونسي كمان الله كان معه ولما رجع وقف قدام فرعون الله كان مع يوسف ولما صار الرجل التاني بمصر وصار عنده سلطة كمان الله كان معه لما مرأ بإزدهار سبع سنين الله كان معه ولما مرأ بمجاعة سبع سنين الله كان معه يوسف عاش مئة وعش سنين بهيدا الفترة الله كان معه بس يا رب أنا ما عمشوف بحياتي ما عمشوف حضورك ما عمشوف محبتك بحياتي لما ماتت أمي يا رب أنا ما شفتك لما فقدت شغلي أنا ما عمشوف ك لما تهجرت كمان ما شفت حضورك بحياتي لما فقدت شغلي يا رب منك هنيك شو المشكلة أحد اللوعاظ مرأ كان نحن بيقول أي أكبر قطعة القطعة النقدية ولا الشمس أكيد الشمس هي أكبر لكن بس نحن نبلش نحط عيوننا على هيدا القطعة النقدية شوى شوى منشوف الشمس عم تصغر كلما نقرب هيدا العملة النقدية على عيوننا نوصل لمطرح أنه نبطل نشوف الشمس يلي بدي أقوله بهيدا الشي إنه نحن كتير هين علينا نشوف حضور الله بحياتنا لما يكون كل شيء منيح بس لما نكب بالبير أو لما نفوت على الحبس أو لما نمرق بالمجاعة بيبطل حضور الله واضح بحياتنا صر نجاح يوسف مش إنه كانت حياته كله امتيازات وكان دايما عنده سلطة صر نجاح يوسف إنه كان فهمين إنه حتى هو بالبير الله كان معه حتى بكل ما راحل حياته الله كان معه الله بحبنا وبيحبك الله معي ومعك بكل الظروف بكل الأوقات المهم نحن وبقلب الظرف نظل نشوف إنه الله بحبنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر